لو انت بتفكر تعمل اعلان ممول لقناتك او لمنتج او لاي شيء يبقى لازم ان انت تشوف الفيديو ده كويس وتركز فيه علشان تعرف الفرق ما بين الاعلانات وبعضها وتشوف ايه هو الاعلان المناسب ليك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل المتابعين القناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب انا معاكم المهندس ماني سليمان ان شاء الله النهاردة موضوعنا هو الاعلان الممول ايه هو الاعلان الممول وايه هي انواع الاعلانات الممولة اللي ممكن راح تعملها علشان نبدأ اختار منها فالنهاردة ان شاء الله بحاول معاكم ان انا استعرض كل انواع الاعلانات اللي ممكن ان احنا نختار منها عشان نشوف الفرق بينها من بعضها ونختار الاعلان المناسب لنا سواء ان احنا بنعمل اعلان لمنتج او اعلان لقناة اليوتيوب او اعلان لموقع او اعلان لاي شيء فخليكم معنا في فيديو ده كويس وركزوا فيه كويس جدا ويشاهدوه ايه للنهاية حتى ان انت لو مش بتفكر تعمل اعلان ممول برضو مهمي لك عشان لو انت عندك قناة على اليوتيوب تعرف الاعلان اللي بيتعرض على قناتك ده ده ايه ظروفه وان انت بتسافد منه زي فخليكم معنا وكميلوا الفيديو الاخر في البداية فيه ثلاث مصالحات مهمين جدا لازم ان احنا نعرفهم اللي هو السي بي ام والسي بي في والسي بي سي عايزين نعرف الفرق بينهم ايه تعرفهم اول حاجة السي بي سي اللي هو الكوست بير كيليك اللي هو ايه اللي هو التكلفة للنقرة يعني النقرة الواحدة اللي بيضغط على الرابط او الحاجة اللي انت هتعرضها فده اسمه نقرة وبالتالي الحساب بيكون للمعلن للمعلن نفسه الحساب بيكون عن طريق الكيليك نفسه او النقرة دي ايه دي اول حاجة تاني حاجة الـ CBM اللي هو الـ Cost-Bear-Thousand-Imperation الـ Cost-Bear-Thousand-Imperation اللي هو إيه؟ اللي هو التكلفة لكل ألف مشاهدة لكل ألف ظهور يعني تكلفة لكل ألف في بدل معلن بيدفع تكلفة لكل ألف الحساب بيكون لكل ألف مشاهدة تمام كده؟ المصطلح الثالث اللي احنا المفروض نفهمه اللي هو الـ CBV اللي هو الـ Cost-Bear-View اللي هو الشخص اللي هو هيعلن ده بيدفع التكلفة لكل View واحد يعني كل View واحد مش لكل ألف ولا لكل نقرة لكل View واحد بيظهر عندك طبعا المصطلحات ديت هندخل بقى على أنواع الإعلانات ونشوف كل مصطلح من دول في بعض الأعنات بيتعامل مع مصطلح أو مصطلحين أو ثلاثة هنبدأ نستعرض كل الكلام ده يبقى احنا عندنا ثلاث مصطلحات اللي هو CBC, CBV, CBM يبقى احنا كده دلوقتي عرفنا الثلاث مصطلحات اللي هو CBC والCBM والCBV قلنا CBC اللي هو المعلن ده هيدفع التكلفة على حسب النقرة والCBV اللي هو هيدفع على حسب المشاهدة تمام كده اللي هو إيه اللي هو وبالنسبة لي اللي هو اللي هو هيدفع لكل ألف مشاهدة تمام كده يلا نبدأ في التفاصيل بتاعت الإعلانات ونشوف الكلام ده كله أول إعلان دلوقتي بنقوله اللي هو اسمه الماستهيد الماستهيد ده بيظهر في اليوتيوب هوم أو في الصفحة الرئيسية فوق كده طبعا ده إعلان بيكون غالي جدا وما حدش قدر إن هو يدفع له عشان يعملوه يعني مثلا بيعملوا ممكن دولة يوم عيد وطني يوم شيء بيبدأوا إن هما يعلنوا عني لإيه في المكان ده كده يعني ده طبعا بياخد فترة ممكن 24 ساعة موجود في نفس المكان حاجز مساحة كاملة كده فوق في الصفحة الرئيسية تمام كده طيب ده طبعا عشان تعملوه لازم تتواصل مع اليوتيوب نفسه أو اللي هما المبيعات تبع اليوتيوب ما قدرش أني تعملو كده بسهولة لأن طبعا ده مكلف جدا تمام فطبعا ده صعب إن حد يعني من الناس اللي هما عندهم قنوات اللي عادية كده إن هما يقدروا يعملوا حاجة زيدي عشان كان في حد بيسألني إن أنا يازي أعمل إعلان في الصفحة الرئيسية طبعا ده صعب جدا ده اسمه الماستهيد ده أول إعلان الإعلان الثاني بقى اسمه إيه الإعلان الثاني اللي هو اسمه سكيبابل إن ستريم آد سكيبابل إن ستريم آد اللي هو الإعلان اللي يمكن تخطيه سكيبابل يعني يمكن تخطيه فطبعا ده ممكن يتعرض في أول الفيديو أو في أثناء تشغيل الفيديو أو في آخر الفيديو طبعا الإعلان ده طبعا ده يعني الناس اللي قدر تعملوا في شيء مشكلة تمام وطبعا ده الإعلان ده بيتم تخطيته بعد خمس ثواني تمام الاعلان ده بعد خمس ثواني بيتم ان هو ايه تقدر تعمل تخطي ليه فطبعا بيضمن ان انت لازم ان الاعلان دهوات ان انت تشوف في خمس ثواني منه طبعا المعلن ده هيتحاسب ازاي في الاعلان ال Treasure Apple ده اللي هو يمكن تخطيه لو المشاهد او الزائر شاف منه على الاقل تلاتين ثانية تلاتين ثانية على الاقل يبدأ يتحاسب ان هو في حد يشاف الفيديو بتاعك دهوات او الاعلان دهوات طيب لو الفيديو بتاعك اصلا اقل من 30 ثانية اقل من 30 ثانية لازم الزائر يشوفه كاملا مثلا لو 25 ثانية لازم الزائر يشوفه كاملا فانت لو بتفكر تعمل اعلان اسكيبابل استريم انستريم اد فده هو ديت ايه دي مواصفاته وانه لازم الشخص اللي هو الزائر او المشاهد يشوف منه 30 ثانية عشان انت تبدأ تتحسب عليه ويكون موجود اما في في الاول الفيديو او في اثناء تشغيل الفيديو او في نهاية الفيديو ده den liegt schable screen in stream ad تاني اعلان تقدر ان انت تعمله لقناتك او المنتج او اي شيء اللي هو اسمه non elektricable in stream ad اللي هو لا يمكن تجاهله الالم يمكن تخطيه الاعلان ده بيكون مدة الاخصة ليه من 7 ل 15 ثانية من 7 ل 15 second ان انت تقدر تعمل اعلان ده ويكون اما في الاول اما في الوسط اما في اثناء تشغيل الفيديو او في اخر الفيديو ده لا يمكن تخطيه فاسمه non escapable in stream ad تمام كده الاعلان ده برضو كويس تمام طبعا ده يعتبر اغلى من الاسكيبابل انستريم اد لان اليوم كنت خطيه وانت بتضمن ان الفيديو ده بيتشاف منه طبعا هو اصلا بيكون حاجة صغيرة فيديو صغير من سبعة لخمسة شهر ثانية فبالتالي بتقدر انك تعلن لحاجة ما انا انت عايزها تمام الاعلان الثالث اللي هو بامبر اد اللي هو ده اسمه بامبر اد ده يعني قريب من الاناسكيبابل لكن بتكون مدته ست ثواني لا يمكن تخطيه برضو لكن مدته ست ثواني لكن من اسكيبابل من سبعة لخمستاشر ثانية فالاعلان ده مدته ست ثواني ويتم الحساب على حسب السي بي ام اللي هو الكوست بير ثاوزاند امبريشان اللي هو ايه لكل الف مشاهدة لكل الف مشاهدة وبرضو اللي هو السكيبابل انستريم اد برضو الكوست بير وان ثاوزاند ايه مشاهدة يعني تمام اللي هو السي بي ام اللي هو الكوست بير ثاوزاند امبريشان خلاص تمام يبقى الاسكيبابل قلناه اللي هو يمكن تخطيه تمام بعد خمس ثواني بس طبعا بيتحسب للمعلن او المعلن بيدفع التكلفة بتاعت الاعلان ده لليوتيوب لو الزائر او المشاهد شاف منه على اقل تلاتين ثانية اللي هو الانسكيبابل بيكون مدوته من سبعة لخمساشر ثانية تمام كده اللي يمكن تخطيه البمبر البمبر اد اللي هو طبعا زي الانسكيبابل لكن طبعا مدوته ست ثواني تمام الاعلان رقم خمسة احنا قلنا دلوقتي المستهد رقم واحد رقم اتنين الانسكيبابل انستريم اد رقم اتنين رقم تلاتة الانسكيبابل انستريم اد رقم تلاتة رقم اربعة اللي هو البمبر رقم خمسة بقى حاجة اسمها اوتستريم اد اوتستريم الفرق من انستريم واوتستريم ان انستريم ده بيكون في البلادفورم او المنصة نفسها يعني يكون على الفيديوهات لو انا بعمل اوتستريم فبالتالي يكون في مكان تاني على المواقع على المواقع وعلى البحث او على البرامج على الابليكيشنز فبقدر اننا الفيديو بتاعي او الحاجة اللي انا باعلن عنها تظهر فيه المواقع والاشياء زي كده بقى بره اليوتيوب يعني بره اليوتيوب طبعا ده خاص بالموبايل والتابلت بس ويتم الحساب على حسب برضو الكوست بير اللي هو الايه التكلفة لكل الف مشاهدة تمام كده طبعا ده لازم ان انت الفيديو يكون ظهر او يكون ظهر على الموقع الاعلان بتاعك يكون ظهر على الموقع تقريبا حوالي 50% من ايه من مساحة الفيديو ده من مساحة الاعلان بتاعك وانت ممكن بتكون بتبحث في موقع مثلا وتلاقي اعلان فطبعا انت مشوفتوش اصلا او جزء منه بس اللي واضح فالمعلن ده بيتم بيدفع فلوس تمام لو 50% من الاعلان ده ظهر قدام الشخص اللي هو الزائر على الموقع دهوت تمام كده طبعا ده يكون برضو شاف منه على الاقل ثانيتين اقل حاجة ثانيتين يكون اللي هو الشخص اللي هو الزائر ده يكون شاف منه على اقل ثانيتين عشان المعلن ده يبدأ يدفع تكلفة على الكلام ده تمام الاعلان رقم 6 اللي هو اسمه discovery ad discovery ad ده بيكون موجود فين بيكون انت مثلا بتبحث او بتبحث اه عن موضوع معين مثلا كاتب مثلا اي حاجة في البحث بتاع اليوتيوب فتلاقي ظهر لك كده فيديو في الاول فيديو في الاول كده مدته صغيرة تمام كده الفيديو ده بيكون اسمه discovery ad تمام كده اعلان لأي حاجة انت عايزها تمام الاعلان رقم 7 اللي هو اسمه text overlay text overlay ده بيظهر كنص او كصورة ثابتة مع الفيديوهات تقريبا بتلاقي ظهر كده تحت الفيديو تقريبا بتاخد 20% من مساحة الفيديو اللي انت بتعمله فالمعلن بيبدأ يدفع نتيجة ايه انه انت حوالي 20% من مساحة الفيديو طبعا المعلن ده يقدر ان هو يختار قناة معينة او فيديو معين عشان خطر تعمل اعلان فيها ده اسمه تمام مختصر الكلام احنا عندنا تمام المستهد وفيه عندنا وفيه عندنا وفيه تمام وفيه عندنا اللي هو انت بقى تختار انت عايز تعمل اعلان لايه ممكن مثلا عايز تعمل اعلان لمنتج تمام فعايز ان انت المنتج ده تبيع فيه فبالتالي ممكن تحط رقم تليفون والناس تضغط عليه وبالتالي تتحسب على انت يعني انت كمعلن تبدأ تدفع فلوس اليوتيوب وقابل ان انت فيه كابواحد دخله وشافه او ضغطه وكلموك من الرقم الموبايل اللي انت حطه او ممكن ان انت مثلا عايز تعمل اعلان لقناة يوتيوب وبالتالي بتختار ممكن تختار وبالتالي بتعمل اعلان لقناتك والناس عايز الناس تعرفك طبعا تختار اللي انت عايز على حسب التكلفة بتبدأ تحط تعمل حملة اعلانية وتحط مبلغ وتشوف المبلغ ده انه هو جايب معك تأثير كويس وانت استفدت منه ولا لا تمام كده والناس كيبابل طبعا ده اللي هو يمكن تخطيه برضو ده كويس ممكن تعمله تمام والبنبر ده طبعا اللي هو المدوتي بيكون 6 ثواني عادة معظم الناس هتفكر فيه اللي هو الناس كيبابل انستريم قال اللي هو يمكن تخطيه او اللي هو الناس كيبابل انستريم آد طبعا مش كتير من الناس يفكروا في الاوت استريم آد اللي هو طبعا يظهر على المواقع تمام كده فانت بتختار الحاجة اللي انت عايز طبعا بالنسبة للمستهد طبعا ده صعب جدا عشان يكون صريح معكم وطبعا ده لازم تتواصل مع اليوتيوب نفسه او مع السيلز بتوها اليوتيوب علشان خاطر ان انت تبدأ تعمله تمام ده كتنبزة كده مختصرة طبعا في اشياء كتير جدا انا بحاول ان انا اقصر الفيديو طبعا ده كتنبزة مختصرة مختصرة عن انواع الاعلانات اللي ممكن انت تفكر فيها طبعا ازاي انت تعمل اعلان زي اسكيبابل او نان اسكيبابل او اي اعلان من دول ده الفيديوهات القادمة ان شاء الله نبدأ نشرح الكلام ده تقدر تعمل الكلام ده ازاي والتكلفة اللي انت تبدأ تتفحها اه في الاول وتبدأ تعمل بها حملة اعلانية وتشوف انت ايه التارجت اللي انت عايزه والاستفادة اللي انت هتجيه لك لقناتك او لمنتج معين طبعا الكلام ده كله نبدأ نستعرضي والفيديو القادمة لكن انا معلش انا مش اقدر اطول الفيديو اكتر من كده علشان خاطر في ناس بددعي لو انت اول مرة تشوف القناة بتاعتنا قناة العلم والتكنولوجيا اشترك في القناة وفعل الجرس لو انت يهمك المحتوى بتاعنا لو انت عابق الفيديو اضغط لايك لو انت معجبكش الفيديو اضغط ديس لايك او ما اضغطش اي شيء اه اه اتمنى ان انا نشوفكم على خير ان شاء الله اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته